النهاردة في بداية حلقتنا أنا عايز أناقش مع حضراتكم قضية خطيرة جداً وتهدد جميع كيانات الصناعات الغذائية في مصر يعني كل منشآت الصناعات الغذائية وخلاها تفكر في تصدير كل منتجاتها إلى أسواء العالم عن مخطرة النزول إلى السوق المحلي تخيلوا حضراتكم بقى تصدير هذه المنتجات إلى كل أسواء العالم أفضل ألف مرة من مخطرة النزول بهذه المنتجات إلى السوق المحلي والسبب في ذلك هي الشروط المكحفة التي تضعها كل سلاسل الهايبر ماركت في مصر لعرض هذه المنتجات الغذائية في أسواءها معروف أن هذه السلاسل كل سنتي جواها مدفوع تمنه من شركات الصناعات الغذائية ولكنها بلغت من الحد أن وضعت شروط مكحفة بكل حقوق شركات الصناعات الغذائية وطبعاً اللي بيدفع التمن هو المستهلك اللي بروح نشتري السلعة بأكتر من تمنها 30 و40% كيف أقول لحضراتكم أن لو السلعة خرجة من المصنع بحوالي 9 ولا 10 جنيه إحنا بروح نشتريها بـ 20 و 21 جنيه ويوم ما يبقى فيه بروموشن أو عرض في أي مناسبة من المناسبات لا تقل عن 17 أو 18 جنيه وطبعاً كل هذه الأرباح تذهب إلى أصحاب السلاسل التجارية ولا يحصل على أي جزء منها أصحاب شركات الصناعات الغذائية بل مستحقتهم عن المنتجات اللي بيعرضوها في هذه السلاسل ما بياخدوش أي فلوس منها إلا بعد مرور 90 يوم واسمحوا لي حضراتكم أستعرض بعض البنود المكحفة التي تأتي في عقود هذه الشركات الخاصة بالصناعات الغذائية وسلاسل السوبر ماركت أول حاجة حضرتك لما بيكون عندك منتج وبتقدمه لهذه السلاسل بيطبق على السعر اللي حضرتك بتحدده على منتجك اللي حضرتك صنعته خصم حوالي 29.5% يعني أي سعر حرج بتحطه يعني حطيت 10 جنيه فوراً بيتحول إلى 7 جنيه داخل السلسلة وبيقولك هذه الخصومات تندرج تحت بنود 18.5% خصم سابت طبعاً محدش عارف سابت على أي 1.5% خصم تحقيق المستهدف 2.5% استثمار المورد وأيضاً 2% استثمار المورد وبين كسين الإعلانات 1% بدأ الإعلانات معرفش إيه الفرق بينها وبين استثمار المورد اللي في نفس البند 0.5% رسوم دفع الإدارة المركزية 1% سوشيال ميديا 1% رسوم الولاء 1.5% خصم على المحقق بعد كده بيطلبوا كمان من صاحب المنشأة الغذائية تعيين 2 إلى 3 موظفين داخل سلسلة الهايبر ماركت وهو اللي بيتحمل مرتباتهم وحوافزهم وكمان بيدفع على كل واحد حوالي 1000 جنيه عشان يطلع له بطاقة تعريف طبعاً هم بعد الخصم وتعيين موظفين على حساب شركات الصناعات الغذائية كمان بيطلبوا منهم حاجات غريبة جداً داخل العقود في حاجة اسمها رسوم افتتاح الفرق لو المكان ضخم يعني هيبر كبير جداً مساحته من 1200 ل7000 متر بيطلب على كل منتج 32250 جنيه رسوم افتتاح يعني دي مبروك أو النقطة بتاعة كل شركة صناعات الغذائية لأصحاب سلاسل السوبر ماركت عن الافتتاح هي اسمها رسوم الافتتاح ولو المساحة أكتر من 7000 متر يعني هيبر هيبر ماركت ده بقى بتدفع عليه 52000 جنيه نقطة الافتتاح أو مبروك من شركات الصناعات الغذائية أما بقى لو السلسلة هتفتح فرع صغير مساحته ما بين 1200 ل2000 متر يعني ميني؟ هيبر ماركت مثلاً ده بياخد على الرسوم تصل إلى 27000 جنيه طبعاً ده ظلم جائر لأن كل مليم بيتدفع في هذه الرسوم لأي سبب بيضاف على المستهلك المصري أيضاً في حاجة مهمة جداً رسوم التجديد للفرع وده بيتم كل 6 شهور كل 8 شهور كل سنة يعني كل ما صاحب سلسلة سوار ماركت يحتاج فلوس يعمل عملية التجديد وده بتدفع عليها من 22 إلى 40 ألف جنيه من كل شركة للصناعات الغذائية ده بقى مبروك بتاع التجديد الفرع أيضاً الحصول على بلدتا متر في متر في مدخل السلسلة يعني وحضرتك داخل كده ومعك السبت داخل تشتري احتياجاتك لقيت قدامك متر في متر عليه بعض المنتجات ده بيتاخد في الإسبوع بـ 60 ألف جنيه أما في الأعياد فحد إسبقى ولا حرج في الأعياد الخاصة سواء بالمسلمين أو الأخوة المسيحيين بيتم فرض حوالي 500 ألف جنيه على كل شركة وتصل إلى 5 ملايين جنيه ده حسب عدد المنتجات اللي بتعطها داخل السلسلة ويفرض على كل هذه المنتجات خصم إضافي 20% الخصم ده برضو على حساب شركة الصناعات الغذائية وبعد كل هذه الخصومات وهذه الرسوم التي ما أنزع الله بها من سلطان بيتم فرض ما بين 20% لـ 25% زيادة على سعر كل منتج حتى يكون ربح خالص لسلسلة السوبر ماركت خلي بالحضراتكم كل سلسلة من هذه السلاسل تستهدف من عمليات التجديد ورسوم الافتتاح والمواسم تحصيل ما يقرب من 250 إلى 300 مليون جنيه ده ربح صافي ولكن كل الإهلاكات الخاصة بالمواد المعروضة داخل هذه السلاسل تتحملها شركات الصناعات الغذائية يعني يا دوبك هم شوية كهرباء وإضاءة وغاز إن وجد داخل هذه السلسلة هل ده بيحصل في العالم؟ لا ما بيحصلش على الإطلاق ولا تجرؤ سلسلة أن تفعل ذلك بمنشآت الصناعات الغذائية أو تفرض أسعار على المستهلك في هذه الدول في أوروبا كان ممكن يقفل هذه المنشآة مواطن مش عجبه السعر أو شايف أن هذه الشركة تتحصل أرباح غير مقبولة أيضا في أمريكا نفس الأمر لا يمكن أن تتجرؤ سلسلة في عرض منتجات بهذه الطريقة أو تفرض على المنشآت الخاصة بالصناعات الغذائية الشركات الوطنية مثل هذه الرسوم الغير قانونية وطبعا الشركات المصرية تقبل هذه الأمور حتى يمكن أن تعرض منتجاتها وخلي بالحضراتكم ما فيش منشآة في مصر خاصة بالصناعات الغذائية تحقق أي ربح من عرض منتجاتها في سلاسل السوبر ماركت هو مجرد أمج لكل شركة أنها عرض منتجاتها في هذا المكان ولكن الربح يتحقق من خلال عملية توزيع كبرى ووكلاء على مستوى الجمهورية لعرضها في محلات البقالة محلات البقالة أرخص 30 و40% من سلاسل السوبر ماركت ورغم ذلك تحقق ربح مقبول لشركات الصناعات الغذائية في مصر أما سلاسل السوبر ماركت الأملاقة فلا يأتي من وراءها إلا الخسارة إحنا مصر إحنا دولة كبيرة مش هنفرح إن في شركة جاية تفتح في رواحة تجارية في بلدنا لازم ضوابط وآليات محددة للعمل تضمن الاستمرار لشركات الصناعات الغذائية وعرض منتجتها بأسعار عادلة وأيضا عدم رفع السعر على المستهلك جميع سلاسل السوبر ماركت في مصر الأسعار فيها أغلى من أسعار المحلات الصغيرة بحوالي 30 و40% اللي بقوله حضراتكم ده من واقع عقود أنا شفتها فعلا ما بين شركات الصناعات الغذائية وما بين سلاسل السوبر ماركت مطلوب إحكام وضبط هذه العلاقة بما يضمن أسعار عادلة لاستمرار شركات الصناعات الغذائية وأيضا عدم رفع الأسعار على المستهلك المصري ده حقه ودي بلده ولازم ليجي هنا يبقى فاهم إنه بيشتغل عشان يخفض الأسعار للمستهلك المصري خليكم معانا عشان نشوف فاكراتنا أيه النهاردة في برنامج الجدعان ترجمة نانسي قنقر